بالنسبة للقرار الذي خرجت به الحكومة مع النقابة نحن كشغيلة تعليمية مرة أخرى نؤكد ورفضنا لمخرجات هذا الحوار لاعتبارات متعددة أولا أن هذا الحوار لم تشارك فيه التنسيقيات المناضلة في الميدان والتي دعت إلى الإضراب والتي نفدت هذه الإضرابات لم تستدعى إلى هذا الحوار هذا من حيث المنهجية من حيث المضمون نحن كشغيلة تعليمية لما خرجنا إلى ساحة النضال ولما أضربنا كان مطلبنا واضح وهو إسقاط وسحب هذا النظام الأساسي ولذلك نقول بأن أي سحب إذا لم يتحقق فأي حوار فهو لا يلزمنا ولا يعنينا بل يعني الذي وقع على هذه المخرجات وهي النقابة الأربع لذلك نحن نقول بأن مطالبنا هي معروفة ومحدودة أولا سحب النظام الأساسي الدفاع عن المدرسة العمومية وإسقاط التعاقد الزيادة المعقولة في الأجر بالنسبة لجميع الأساتذة دون استثناء ثم إرجاع هذه الاقتطاعات أو المسروقات التي سرقت منا في هذا الشهر بالنسبة لهذه الزيادة التي أعلنت عنها البزارة في 1500 دلهم نحن نقوله بشكل ماضح بأننا نحن لم نخرج من أجل زيادة وإن كانت زيادة في من حقنا نحن طالبنا بزيادة أكبر من ذلك نظرة للتدخم نظرة لغلاء الأسعار نظرة إلى غداء هذا حقنا كما هناك زيادة لجميع القطاعات نحن كذلك نريد زيادة لكنها معقولة لكن بشرط قبل ذلك وبعده لا بد مسح بالنظام الأساسي كما لا تفوتنا الإشارة لنندد بالتوقفات التي طالت أساتدتنا ومجموعة من الاعتقالات التي طالت مجموعة من الأساتداء اليوم كما ذلك نندد بحرماء الأساتداء من ولوج قاعة الأساتداء للأسف اليوم اليوم 11 ديجنبير نتفاجأ كشغلة تعليمية على صعيد الوطن في بعض المؤسسات الأساتداء لم يستطيعوا أن يجلسوا لشرب الشاي والتدارس فيما بينهم في قاعة الأساتداء فطوردوا للأسف من هذه القاعات وحرموا من فضاءاتهم لذلك نحن نؤكد على أن النضال ما زال مستمرا ولا شيء تحقق لم يسحب النظام الأساسي لم تكن هناك زيادة معقولة لم يتم استرجاع مصروقاتنا التي اقتطعت منا لم يتم إدماج المفروض عليهم التعاقد لم يتم تلبية كل مطالب الفئوية إذا لا شيء تحقق وبالتالي فبرنامجنا النضالي مستمر ونحن سنستمر في النضال حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروع ونحمل الحكومة ونحمل الوزارة ونحمل كل أطراف حتى أن نقبت فيما ستقول إليه الأوضح وتحية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة